جميع المنظمات الحقوقية الدولية ومنها هيومان رايتس ووش تسعى للضغط على الحكومات الخليجية كالسعودية وقطر وبقية دول الخليج لكن السعودية لديها ملف طويل في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال اعتقال النشطاء وحقوقيين لسنوات طويلة كما حدث مع الناشطة السياسية لوجين الهذلول ونركز على السعودية هنا لأننا قلقون على تطبيق قوانين حقوق الإنسان فيها واستمرت منظمة حقوق الإنسان بإعطاء الأولوية لمراقبة الانتهاكات في الخليج لتحقيق العدالة وإطلاق سراح كل النشطاء السياسيين وتقديمهم لمحاكم عادلة ولقد لاحظنا تغييرا في السياسة السعودية مؤخرا أعتقد لتظهر نفسها على أنها حليفة لأمريكا مع قدوم الرئيس المنتخب بايدن لكننا نعمل في المنظمة لإحداث تغيير جذري في هذه الدول وبالطبع لم نشهد تغييرا كاملا حتى الآن في قوانين حرية الرأي لكن تعامل هذه الدول مع حقوق الإنسان اختلف وعلى رأسها قيادة المرأة السعودية للسيارة والتي اعتقلت لوجين لمطالبتها بهذا الحق ولدينا مشاكل على الأرض في ألية التعامل مع الحكومات لكننا نسعى للوصول إلى تطبيق وتنفيذ قوانين حقوق الإنسان في الخليج نعلم أن تقاريرنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الخليج صحيحة ولدينا فريق يحصل على معلومات موثقة من داخل دول الخليج لذلك التقارير موثقة ولا يمكن التشكيك فيها نحن نجحن على العراق الأقل التقارير موثقة من الخليج So we're very very confident in our reporting.